للمتابعة ينضم إلينا من تونس مرسل الغد ياسر دبابش ياسر ما تفاصيل ما حدث من حوار بين رئيس الحكومة يوسف الشهد والاتحاد الشغل التونسي وماذا بشأن إقرار الإضراب مطلع العام المقبل تحية لك سهام أبدأ من حيث انتهيت تم إقرار الإضراب العام في يناير المقبل تحديدا في السبع عشر بعد اجتماع يعني بوقت وجيز بين عضاء الهيئة الإدارية التابعة للاتحاد تم التوافق مما بين عضاء الهيئة بإقرار هذا المبدأ هو الإضراب في الإقطاع الحكومي كذلك الإضراب العام هذه أول مرة تقريبا بعد ثورة عام 2011 خطوة تصعيدية للاتحادها كذا تبرها عدد من المتابعين والمراقبين للشأن السياسي وحتى الداخلية الحديث يدور عن هذا الإضراب بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء يوسف الشهد الذي تحدث منذ قليل بأن هناك توجها في الحكومة التونسية حول دعم القدرة الشرائية للتونسيين وعدة إصلاحات اقتصادية كذلك يبدو أن هناك الوقت ربما باعتقاد عدد من المتابعين سيكون كافيا في حال تجددت المفاوضات بين الطرفين أو يحدث العكس نحن نتحدث عن فترة زمنية ليست بالقصيرة هل هناك أي توقعات لجتماع الحكومة مع هيئة اتحاد الشغل التونسي وكيف هي التحضيرات للإضراب العام المقبل وما هي المؤسسات التي ستدخل هذا الإضراب المؤسسات التي ستدخل في هذا الإضراب الوزرات والمؤسسات التابعة للحكومة نحن نتحدث عن زهاء مليون موظف وعامل تبعي للحكومة في تونس في جميع أنحاء البلاد إذا ما تحدثنا عن المفاوضات والحوار إلى حد هذه اللحظة لم تصدر أي أنبى رسمية بهذا الشأن لكن الحديث يدور أن اتحاد الشغل التونسي وعلى لسان أمينه العام أعلن في وقت سابق وقبل تنفيذ الإضراب بالوظيفة العمومية بأن الأبواب أغلقت مع الحكومة نتيجة عدم الاستجابة الحكومية للمطالب المطالب الرئيسية للاتحاد سهام دعم القدرة الشرائية للموظفين الزيادة في الرواتب والأجور وتحسين المرافق العمومية الحكومة التونسية تقول بأنها تعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة تحول دون الالتزام أو حتى التعهد برفع أو زيادة الأجور هذا ما يعثر المفاوضات بين الجانبين وما جعل الأبواب مغلقة هناك ربما تكون وسطات مرتقبة إما من الاتحاد العام التونسي للشغل أو بعض الأحزاب عفوا إما من البرلمان التونسي أو من بعض الأحزاب السياسية ربما يتم تنفيذ هذا الإضراب أو الاتجاه على الأقل نحو تأجيله هكذا هي ما تحدثت به عدة مصادر ومقربين من الاتحاد وحتى من الحكومة التونسية شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ياسر دبابا شمورة سرغة كنت معنا من تونس اشتركوا في القناة